موسيقى خطاب الصخب والمضمون معلوم مرة كل دقيقة وقف صناع السياسة الأمريكية في الكونغرس مصفقين لنتنياه استعراض التهليل لمنفذ الأجندات الغربية احتل وسائل الإعلام شغلها وشغلها تعويم لصورة تشريع الإبادة الجماعية لم يترك مجالا في الصفحات والقنوات لطرح السؤال الأساس أين غزة وبوجه الشارع الغاضب قمع أمني وتهميش إعلامي هكذا كرست ما تسمى السلطة الرابعة مجددا حقيقة دورها كخادمة للسلطة الأولى وما دامت فلسطين هي القصة فأن أبواق حكام الغرب في مكان آخر حتى الرياضة في دائرة النفاق الصورة الأمنية كادت تحصر وسائل الإعلام الغربية تغطيتها للتحضيرات للألعاب الأولمبية أما الأصوات الداعية إلى المقاطعة فمصنفة تلقائيا في خانة معادات السامية مع ذلك فأن قضية الحق تجد دائما طريقها إلى مسامع شعوب ما عاد نهج التضليل وغسل الأدمغة يجد نتائجه المبتغات فيها أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من حروب الإعلام ونرحب بمديرة الميادين أونلاين بهية حلاوة كذلك معنا من شيكاغو الأستاذ في علم الاجتماع الدكتور سيف دعنا مرحبا بكم ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا إذن 27% من فترة خطاب نتانيهو أمام الكونغرس كانت تصفيقا يعني أن الاستعراض غلب على كل شيء آخر وهو ما أكمله الإعلام بمواكبته لهذه الزيارة بانتقائية فادحة في اختيار عناصر هذه التغطية وبالزوايا التي بدت منسقة ومتناغمة إلى حد كبير في التهليل لرئيس الحكومة الإسرائيلية منفذ الإبادة الجماعية وبتصوير المعترضين على زيارته كأصوات منفردة من هنا ننطلق ونسأل بداية بهي حلاوة كيف بان ذلك بهي فعلا محمد هو مهرجان وتصفيق أكثر من كونه لقاء سياسي مشهد مخزن أمعنت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص في إفراد المساحات والتغطيات لمواكبته بينما تحصد الإبادة الجماعية في غزة بإدارة نتانيهو دائما المزيد من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء لاحظنا الخطاب الشعبوي الذي تم بثه على القنوات وحتى على صفحات البث المباشر على منصات تواصل اجتماعي خطاب مليء بوعود الانتصار من أجل التعتيم على الإخفاقات العسكرية والخلافات السياسية التي تعيشها ما يسمى بدولة الاحتلال وأيضا انسحاب الموضوع على الولايات المتحدة الأمريكية لناحية مواقف السياسيين والناشطين الحضور في الكونغرس شمل جزء كبير منه أشخاص عاديين من خارج المجلس النيابي هذا من أجل لزوم الصورة صورة المشهد الذي يتم تقديمه إلى الجمهور وإكمال عناصر لو أردنا تسميتها أوركستر التصفيق الذي شهدناه في الكونغرس من أصل مثلا 212 ديمقراطيا حضر فقط 100 من مجلس النواب نتحدث أيضا من أصل 51 ديمقراطيا بمجلس الشيوخ حضر 27 منهم علما بأنه تم الطلب من نتنياهو أنه لا تنتقد بايدن وإلا لكنا توقعنا المزيد من الانسحابات أيضا وعدم الحضور دائما عندما نتعامل مع السياسة الأمريكية محمد نتحدث عن عاملين أساسيين يهمان النواب في أمريكا المال الانتخابي وأصوات الناخبين أو الضغوطات التي يتعرضون لها من هؤلاء الناخبين لهذا أن ما حصل هو أقرب إلى المسرحية يمكن تسميتها هو الاستعراض كما سميت محاولة لتقديم صورة معينة أمام الجمهور بظل الاستياء الذي شهدناه وخير دليل على ذلك كان الشارع الذي عمت فيه الاحتجاجات ومشاهد الاستياء وحتى مشاهد مختلفة من العروض للإيحاء بآلة الدام وآلة القتل وآلة الإبادة لافت أن هذه المسرحية على وجه الخصوص توضح وتبرز هذه الهوة بين مشهدين مشهد الكونغرس الذي تتحكم به مصالح السياسة ومشهد الشارع في الخارج ضج بأصوات المتظاهرين ضد الحرب ضد نتنياهو وأيضا ضد موقف الحكومة الأمريكية على وجه الخصوص ولكن الازدواجية في الولايات المتحدة هي التي اعتدنا على مواكبتها والاطلاع عليها وصلت في هذه المساحة تحديدا إلى حد قيام أعضاء أو الحرس بإخلاء الكونغرس من جميع الضيوف المعترضين على هذه الزيارة المسرحية محمد لم تكن فقط على مستوى الكونغرس بشكل عام تمتد إلى غالبية الديمقراطيين من بينهم هؤلاء الذين قاطعوا الخطاب وبالأحرى قرروا عدم الحضور لأن موقفهم من إسرائيل لم يتغير فعليا إذن المسرحية تبدأ على مستوى الأداء السياسي للحزب الديمقراطي ممارسته التي تؤكد أن الدعم المطلق لإسرائيل سياسة أمريكية ثابتة وأن كل ما يأتي مغايرا لذلك هو مجرد خطاب ظرفي لأهداف سياسية محددة لإقناع الجمهور بأفكار محددة نبدأ من موقع Responsible State Craft هذا الموقع الذي يقول أنه بعد أشهر من دفعهم إدارة بايدن على فعل المزيد للضغط على إسرائيل من أجل تغيير سلوكها في حرب غزة وافقت الديمقراطيون في الكونغرس على حزمة بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل نصف الأعضاء الذين وقعوا على رسالة بايدن بعد مقتل عمال الإغاثة مباشرة صوتوا لصالح الحزمة هؤلاء الأشخاص يدعون أنهم استاءوا من أداء الحكومة الأمريكية وهذا الدعم اللامتناهي وأيضا من أداء إسرائيل في استهدافها للمدنيين ولعمال الإغاثة وما شابه ولكن نهاية المطاف ماذا؟ هم صوتوا لصالح الحزمة حزمة مباشرة تذهب لإسرائيل هذا الالتزام التام أيضا بدعم إسرائيل يعرف نتنياهو جيدا كيف يستغله هنا تقول صحيفة تايم أن نتنياهو لديه تاريخ طويل في إثارة غضب الرؤساء الأمريكيين معظم هؤلاء الرؤساء من الديمقراطيين على سبيل المثال بعد أن ألقى محاضرة على بيل كلينتون بالبيت الأبيض يعني عام 1996 تذمر الرئيس أمام موظفيه قائلا من يظن نفسه وفق الصحيفة من يظن أن رئيس الوزراء صاحب الولاية الأطول في إسرائيل قد يكون تعلم من التجربة عليه أن يفكر بالتالي لقد استنتج على الأرجح أنه دائما ما يفلط من العقاب نتنياهو الذي يصف نفسه بأنه خبير في شؤون الولايات المتحدة يعد الدعم الأمريكي أمرا مفروغا منه وهو يعتقد أن الإنجليين والمكون اليهودي الصغير سيضمنان أن تكون إسرائيل محبوبة دائما مسلحة باستمرار وتغفر لها مرارا وتكرارا أي أخطاء على مستوى الأداء أو التصرفات حتى لو كانت قتل متعمد لآلاف المدنيين هذا بشكل عام أما إذا دخلنا إلى العمق بشكل أكبر نجد أن حتى من لم يحضروا كلمة نتنياهو في الكونغرس كانت لهم منشورات أو حتى تصريحات في السابق تكشف حقيقة المواقف التي تبنوها السناتر ديك ديربن هنا ينشر عبر منصة أكس بيانا يشرح فيه موقفه وسبب مقطعته لخطاب نتنياهو يستهل البيان بتأكيده أنه ملتزم بدعم إسرائيل ما يسميه حقا بالدفاع عن ناسها يقول أن تنفيذ إسرائيل لحربها في غزة بإدارة نتنياهو تمثل استراتيجية عنيفة تتخطى أي مستوى مكبول من الدفاع عن النفس ومع ذلك يعيد التأكيد أنه يقف مع إسرائيل نفس الأمر نيوزويك وفي سياق عرضها للنواب الديمقراطيين الذين لم يحضروا الخطاب نقلت عن النائبة اليهودية جان تشاكوسكي تأكيدها دعمها دائم لإسرائيل قائلة أنه لكي تزدهر إسرائيل كديمقراطية عادلة وآمنة على حد تعبيرها دائما يجب أن يرحل نتنياهو وإتلافه من خلال هذا الكلام نرى بوضوح أن مشكلة هذه النائبة والكثير من السياسيين الديمقراطيين فعليا هي مع شخص نتنياهو وليست مع دولة الاحتلال ومع سلوكيات الاحتلال وهذا ما يحاول الإعلام التركيز عليه للتخفيف من الأصوات المناددة بدعم إسرائيل الأمثلة هنا كثيرة ربما على رأس الأمثلة الإضافية الذي صوبت على حماس واعتبرت أنه يتم تسليحها من خلال أو سمته الإرهاب الممول بالكريبتو وذكرت الجمهور بأنه يجب أن يكون هناك قوانين بهذا الاتجاه لمنع المقاومة من التسلح وأيضا على رأسهم أيضا بيرني ساندرز الذي رفض عمليا أي قرار فيه أو دعوات لوقف إطلاق النار بشكل صريح واعتبر أنه لا يمكن تبني وقف إطلاق النار مع جهة مثل حماس وبالتالي أعطى الشرعية وبرر لدولة الاحتلال استمرارها بالعنف طيب دكتور سيف بعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق هو بالأساس نتنياهو ربط وأجل كثيرا وما طلع حتى ذهابه إلى الكونغرس والكثير من المتابعين كانوا يقولون لديه خبرة بكيفية مخاطبة العقلية السياسية الأمريكية بالتالي ما تابعناه هل نجح نتنياهو بذلك الخطاب؟ مساء الخير أولا أهلا بك يعني خبرة نتنياهو يمكن الحديث فيها نتنياهو يتصرف على أساس أنه لا يزال في الثمانينات وهو كان موجود هنا في الثمانينات في الولايات المتحدة وكان يعتبر نفسه سيد العلاقات العامة لكن الكثير تغير منذ الثمانينات ولهذا القضية مهمة للحديث في بعض التفاصيل أنا سأميز حقيقة بين شكل الخطاب ومحتوى الخطاب وأيضا هناك قضية مهمة جدا تطرقت بهية إليها وهي مدلولات بعض ردات الفعل ومدلولات بعض ردات الفعل كما فهمها الإعلام العبري تحديدا معنا ما حصل بالمدى البعيد لكن قبل ذلك مهم جدا الحديث في السياق ما يحدث في القرن الواحد وعشرين هذا مهم جدا أن نؤكد على ذلك عملية إبادة تبث على الهواء مباشرة منذ عشرة أشهر هذه المرة الأولى في التاريخ حين نتحدث عن غزة التي لا يمكن ليس فقط التشكيك فيها التي تحصل الإبادة على الهواء مباشرة لسنا أمام حرب تنتهي ونكتشف مجزرة نحن أمام عملية إبادة مستمرة ولا تزال تجري منذ عشرة أشهر هذا أصبح امتحان للإنسانية وتحديدا طبعا هو امتحان للعرب والمسلمين أولا وللأسف غالبياتهم فشلوا في هذا الامتحان ولكنه امتحان أيضا للإنسانية سأعلق بسرعة على بعض المحتوى حين يقول نتنياهو أن الكيان الصهيوني مكن أكثر من 40 ألف شاحنة من الدخول طبعا سين أن كذبته في التدقيق في الحقائق التي تحدث عنها هم لم يقولوا أنه كاذب ولكنه قال أن ذلك ليس دقيق العدد أقل هذا من جهة محتويات أو هذه الشاحنات كانت أقل من المعتاد الجانب الآخر وهذا مهم جدا إذا أردنا أن نحسب طالب الابتدائية يحسب عشرة شهور بمعدل 500 إلى 600 شاحنة تحتاجها غزة في أقل من الأيام العادية نحن أمام حاجة إلى 180 ألف شاحنة فحتى لو دخل أربعين ألف شاحنة كما كان يكذب ولكن الصادم في الموضوع أن العالم كان يستمع للنتنياهو ويتحدث عن أن الكيان يسمح بثلاث ألاف سعر حراري لكل رجل وامرأة وطفل في غزة هذا المستوى من الفاشية الحديث عن عدد السعرات الحرارية المسموح بها لأهل غزة بهذه الطريقة هذا مستوى من الفاشية من يتابعه ويصفق له من يسمعه ولا يستفز كإنسان أن تتحدث عن ثلاث ألاف سعر حراري فقط مسموح لأهل غزة رغم أن هذا أيضا كذب ولكن الحديث بهذا المنطق هو حديث منطق فاشي لكن مهم جدا أن نتحدث هنا أننا كنا أمام محاولة لتصوير انتصار وحمي وتسويق أيضا لشخصية نتنياهو على اعتبار أنه هو من يعرف الأمريكا أكثر من غيره من القادة الإسرائيليين ولكن لا يمكن لنتنياهو ويعرف ذلك أن يربح لا بالخطبات ولا بالكذب المعركة ستحسن بالميدان ولكن هناك مدلولات وهذا مهم جدا أن ندخل بعمق قليلا إلى الموضوع مع كل حدث وهذا منذ فترة طويلة في الحقيقة ولكن تحديدا منذ عام 2012 مع كل حدث مع كل مواجهة عسكرية كانت دائما العين الصهيونية تتجه مباشرة إلى الولايات المتحدة كيفية قراءات الولايات المتحدة للحدث ودور وأداء الكيان في الحدث هم يدركون ببساطة أنه بدون الحبل السري وهو ليس سري في الحقيقة ولكن افتراضا الممتد من الولايات المتحدة إلى الكيان لا يمكن لهذا الكيان أن يستمر أسبوع ما قاله ترامب عن السعودية مرة أنه لا يمكن للنظام فيها أن يستمر عدة أسابيع بدون الحماية الأمريكية هو أكثر صحة في الحقيقة في حالة الكيان المسألة هنا مركبة قليلا ولا أريد أن أقول معقدة مع أن القاعدة العامة التي أوجزتها بهيئة وقوف الولايات المتحدة بحزبيها ترى خلف الكيان وترى أن الكيان هو جزء من المشروع الغربي وجزء من القواعد المشروع الغربي الممتدة في العالم السيالية ولكن تحديدا في منطقتنا لكن هناك المشهد أو البعد المشهدي المصرحية إذا أردنا وهناك أيضا ما يمكن الاستدلال به وأنا أحاول أن أكون حذر هنا حتى لأخطئ التعبير كمؤشرات أو مقدمات لمخاض ممكن ولكن هذا المخاض ممكن أن يذهب بأي اتجاه بسبب الحالة الأمريكية الداخلية حالة الانتخابات الحالة الأمريكية أيضا الداخلية عموما التحولات التي تحصل بسبب التحولات الدولية هذا المخاض لا يزال ضعيف وبالتالي احتمالات ذهابه في أي مجال في أي اتجاه ممكن ولكنه بدأ يكون مقلقا جدا للكيان لبعض الإعلاميين في الكيان كما جاء بوضوح نحن سأجز بعضهم قليلا هم يخافون من خطر تحول الكيان إلى قضية حزبية يعني غياب 120 نائب رغم أنهم أيدوا القرارات التي تناصل الكيان الصهيوني وأعلنوا مناصرتهم للكيان الصهيوني لكن المشهد أيضا هذا جزء من المشهد هذا يدفع إلى قلق من مخاض عند الصهيوني قد يحول الكيان الصهيوني إلى قضية حزبية بمعنى أنها تحصل على تأييد من حزب أقل من حزب آخر بعكس الصورة العامة طبعا هي لا تزال قضية عامة لا يجب المبالغة بمدلولات ما حصل حتى الآن ولكن هناك ملامح مهمة أول ملتقطة هو الإعلام العبري مثلا نحوم برنيع في يدعو تحرانوت يقول لا تغررنكم حفلة التصفيق أمريكا تغادركم شيئا فشيئا طبعا نحن نتحدث عن مصار تاريخي هنا ولكن مرتبط بأحداث دولية بندرور في يدعو تحرانوت أيضا يتحدث عن نتنياهو وكلشاته الكاذبة ويقول هل صدقوك حين تحدثت عن قوة جنودنا بالكونغرس يعني من صفق لنتنياهو هو لم يكن حرفيا يتفق مع نتنياهو هناك عوامل أسباب أخرى ما يهمني هنا هو أحد المقالات التي صدرت لعموسيا الدين وهو كان رئيس معهد دراسات الأمن القوم الصهيوني وجنرال السابق في الحقيقة يادلين هو كان أول من أدلى بدلوه في هذا المدلول في عام 2012 في المناظرة بين باراك أوباما ومترامني حينها حين تحدث بوضوح وقال هناك أمريكا جديدة أمريكا الجديدة ستظل تدعم الكيان ستظل تحمل الكيان تغطي الكيان ولكن ربما هو قال لن تقاتل حروبنا بالطريقة التي قاتلتها في السابق منذ عام 2012 وحتى الآن هناك الكثير من المياه التي جرت تقدير أخير تقدير أخير فقط محمد هو لجون مولتون وأنا رأيت أهمية ذلك لأنه يتفق مع تعليق الإعلام العبري أنه حذر أن إسرائيل من المرجح أنها ستواجه ضغوطا كبيرا لإنهاء الصراع من كلا بطاقتين من كلا المرشحين طبعا هو تحدث عن هارس وسنتحدث عن هارس وهذا مهم وكونه جمهوري طبعا هو يعارض هارس ولكن قال أن ترامب حتى ترامب قال قبل أيام يجب على الكيان إنهاء هذه الحرب ويجب طبعا استعادة الرهن وإلى آخره يقول لماذا يهتم ترامب بذلك؟ لأنه لا يريد الدفاع عن إسرائيل غير الشعبية في العالم وصورتها الملطخة بسبب ما يحدث طبعا لا أنا أود أن أحذر أن القضية هنا ليست أن هناك تحول حقيقي وجدي وجذري في الولايات المتحدة ما أقوله أن هناك مؤشرات مخاب من مدلولات ما حصل بسبب اختلاف المقاطعة التظاهرات التبعات ما يحدث في غزة على قوة أمريكا الأمريكيون يشعرون أنهم يتضررون قواتهم الناعمة تتضرر صورتهم تتضرر بما يقوم به الكائن الصهيوني العنصرية الفضى الهجوم حتى على الأمريكيين الذين كانوا يتظاهرون بوقاحة أمام ممثليهم وبالتالي الحديث تحت قبة الكونغرس عن صراع حضارات يعني مجرد استخدام مفهوم الحضارة في تمييز نفسك عن أي مجموعة جماعة بشرية أخرى أنت عدت إلى القرن التاسع عشر الأكثر عنصرية والأكثر طبعا هو عصر الاستعمار بامتياز يمكننا الحديث عن بعض التفاصيل المتعلقة بصيغة الخطاب ومحتوى الخطاب وبعض الأكاذيب سنعود لصيغة ومحتوى الخطاب بالتأكيد دكتور معك بعد قليل لكن اسمح لنا أن نعود لبهية ونسأل يعني غزة هي الأساس والمجازر في غزة بان مع نتنياهو بالخطاب أنه لم يقتل مدني برفح تحديدا طيب كيف تعاطى إذن الإعلام الغربي تحديدا مع غزة أو حضورها الخجول بكلمة نتنياهو يعني خطاب نتنياهو كان بلا شك حاضر وثابت أساسي ومشترك بين كل وسائل الإعلامية الغربية الجوانب التي تم التركيز عليها محمد هي بطبيعة الحال كلامه حول إيران بالدرجة الأولى مع إعادة نشر مقتطفات صوتية له حول هذا الموضوع جرى الانطلاق منها أيضا الحديث عن هدف زيارة نتنياهو التوقيت طلب المال من الولايات المتحدة عبر تصوير من يسمى بالعدو على أنه عدو مشترك أو عدو واحد سنتابع في هذا الفيديو عينة من بعض المقتطفات ومن ثم نستكمل العرض Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asked the United States to fast-track aid to Israel during his speech to a joint meeting of Congress today The Israeli leader praised the United States for standing with Israel in its war against Hamas Meanwhile, as he did so thousands of pro-Palestinian protesters gathered in close proximity to the Capitol Netanyahu made a point of denouncing these protesters describing them as anti-Israeli activists saying quote they should be ashamed of themselves This is Benjamin Netanyahu speaking to a Congress where money for Israel must emanate from and he's doing so making the argument that the enemies that are targeting Israel in the Middle East will be eventually targeting the United States that they're in the sight line he argued in so many words that if Israel's hands are tied the US is at risk our victory is your victory our fight is your fight trying to lean into this argument that it is in the US interest to help continue to fund through foreign aid and military support Israel and to support Israel in a more unifying way A short walk back into the American limelight after months of fraught ties between the US leadership and the Israeli Prime Minister Here among friends, many Republicans, but some notable absences from Joe Biden's Democrats Benjamin Netanyahu started by thanking the president The Israeli leader castigated the demonstrators, but there was more to come inside the chamber A silent protest from Rashida Tlaib, the first Palestinian American woman to serve here Roughly half the elected Democrats in Congress are believed to have stayed away With the vice president, Kamala Harris, also absent Her office said due to a scheduled clash Congratulations Of course Tactical protest is şunu I'm trying to challenge To spread out To be filled Ladies and gentlemen This is my legacy A social relations A social relations Thektorat The government Lord David Thess You bucket vanity الفعل مخجلة كما هو متوقع. رشيدة طلايب النائبة اليسارية عن ولاية ميتشيغن المتأرجحة رفعت لافتة تتهمه بأنه مجرم حرب. وأوردت الصحيفة أن ما سمته بالعمليات الإسرائيلية على حد قولها في غزة. تسببت في مقتل عدد أقل من المدنيين لكل مقاتل مقارنة بأي سراع آخر في التاريخ. هذه هي النقطة الجزئية التي أكدها أبرز خبراء العالم في حرب المدن. كما استشهدت. وعلى حد قولها جون سبانسر. الذي أشار إليه نتنياهو في خطابه. أيضا أن بي سي توقفت عند تشبيه نتنياهو لأحداث السابع من أكتوبر في بيرل هاربر. ورأت أن الخطاب يأتي في فترة حرجة. الولايات المتحدة في منتصف عام انتخابي فوضوي كما سمته. وإدارة بايدن. تواصل. دفع المفاوضين نحو اتفاق وقف إطلاق النار. الذي يمكن أن ينهي الحرب في غزة. أيضا رأى الموقع. أنه دعوة نتنياهو إلى الكونغرس. صلتت الضوء على دعم الحزب الجمهوري لإسرائيل. وزادت من ضق سفين بين الديمقراطيين. الذين انقسموا حول طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب. توقيت زيارة نتنياهو كانت جزئية مهمة جدا بالنسبة لمختلف المواقع والمنصات. ليس فقط نسبة لرئيس الوزراء. وما وصلت إليه الأوضاع في غزة. بل أيضا فيما يتعلق بالداخل الأمريكي. كما ذكر دكتور سيف قبل قليل. لأن الدلالات والشواهد تختلف. أو الحالة الطبيعية لم تعد هي الحالة السائدة. هذا الدعم العضوي اللامحدود. الجاردين البريطانية ركزت على أنه وسط فوضى السياسة الأمريكية. حصل نتنياهو أخيرا على الاهتمام الذي يطوك إليه في واشنطن. ونتنياهو يخوت في الحروب الثقافية الأمريكية بخطاب يخلو من التفاصيل حول كيفية إنهاء الحرب. أيضا التوقيت هنا في لوس أنجلس تايمز. التي اعتبرت أنه في وقت يحاول فيها الديمقراطيون الاتحاد حول مرشح رئاسي جديد يصل إلى البلاد زعيم أجنبي. هم في الأساس منقسمون حوله. يتحدثون عن نتنياهو. صحيفة التايمز ذهبت في تحليلها إلى الحديث عن الجمهور الذي يتوجه إليه. نتنياهو ورأت أنه يأمل التأثير على الإسرائيليين. اعتبرت أن الجمهور المستهدف من خلال هذه الزيارة هو الجمهور الإسرائيلي أيضا. باعتبار أنه فيه انقسام كبير وتراجع بالتأييد. ربطت الخطاب بمصالح نتنياهو الشخصية. كتبت أنه أراد أن يخرج الإسرائيليون بانتباع واضح. في ساعة الخطر التي تمر بها بلاده. أنه رئيس الوزراء الوحيد الذي يستطيع أن يقودها إلى المسرح العالمي. باعتبار وصوله إلى الكونغرس. رئيس الوزراء الإسرائيلي حارب في خطابه من أجل حياته السياسية. هكذا وصفه. وصور حرب إسرائيل في غزة كنضال من أجل البقاء. ركز أيضا الإعلام على مهرجان التصفيق الاستعراضي الذي ذكرناه قبل قليل. كارنه مع التعاطي مع الخطاب في الداخل الإسرائيلي. وما يعكس ذلك من أزمة داخلية. نيويورك تايمز مثلا ذكرت أن المحللين لحظوا الشرخ بين التصفيق في الكونغرس. والشعور المنتشر بالفشل الحكومي في الداخل الإسرائيلي. التايم عنونت أن نتنياهو لا يتحدث باسم إسرائيل. وهذا عنوان لافت. اعتبرت أنه لا يمثل الشعب الإسرائيلي على حد قولها في هذه الزيارة. وفي هذا الخطاب الذي قدمه. وأوردت أن العديد من الإسرائيليين. بما في ذلك عائلات الأسرة. وكان الموضوع أيضا جدلي. يتهمون نتنياهو بتخريب اتفاق ووقف إطلاق النار. السيئنان وصفت لقاء بايدن ونتنياهو على أنه اجتماع عالي المخاطر يأتي عند مفترق لكل من حرب إسرائيل في غزة. وأيضا مستقبل أمريكا السياسي. برغم هذا الشكل الاستعراضي. خطاب نتنياهو لن يكون له تأثير أبعد من ظرفي كما يرى البعض. فوكس تسأل إذا كان نتنياهو قد خسر أمريكا. وتقول أنه اعتاد على مدى أكثر من أربعين عاما من مجيئه إلى واشنطن أن يكون شخصية مثيرة للجدل. ربما عليه أن يعتاد على أن يكون شخصية غير ذات أهمية. أيضا مجلة الأتلانتك لا ترى أهمية لخطاب نتنياهو على الإطلاق. هو سيد التصريحات الكبرى كما قالت. التي لا تساوي إلا القليل. على رغم من أنه جيد جدا في إلقاء التصريحات. إلا أن كلماته تميل إلى أن تكون لها إنعكاسات قليلة. تتجاوز الاهتمام الفوري الذي تشتذبه عند لحظة إلقاء الخطاب. تذكر المجلة أخيرا أن آخر خطاب لنتنياهو أمام الكونغرس عام 2015. هذا كان للضغط ضد الاتفاق النووي. لكن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. وللأمانة محمد من يعود للخطاب عام 2015. يمكن أن يلحظ نفس المصطلحات التي تم توظيفها. توجه سوب على إيران. العدو المشترك. كل هذه الأمور وعد تكرارها بسياق مختلف وبأسليب مختلفة اليوم. الفيديو التالي ربما يلخص كيف قراء الآلام. خطاب نتنياهو من حيث الشكل والمضمون قبل العودة للدكتور سيف للتعليف. ترجمة نانسي قراء الآلام. ويوتряك في tookا seemed to me not terribly much. I think the speech was mostly the prime minister's attempt to defend what Israel has done over these past nine almost ten months to not really give any indication of introspection of any kind of review of the plus's or minus's of ربما على الرئيس ما هو عندما يدرن أجربيه فإنه إذا كان قد تعالى مرتب أمانيا في السيارة أمرا لـه من الأجرسام لم يتغلق أيضًا أمراهار السليل ونأس مثل سالي أمراهار السهل فإنهي سالي فإذا كنت تعالى فإنهي سننارحب سنعيد في السلاح والسفل سالة الأسفل تحقق وأنه سيعوط تحقق إسرطة ترجمة نانسي قنقر بالعودة لك دكتور سيف وفي الحقيقة أنت ستكمل ما انتهيت به بخصوص صيغة الخطاب ومضمونة يعني بالضرورة التأكيد وعناتها سأتحمل مسؤولية كلامي أنه سيثبت وربما نحتاج إلى وقت ولكن سيثبت أن نتنياهو المعروف بأنه هو وزير الهسبرة وربما لا يدرك المأزق الذي تعيش فيه الهسبرة وهي أدوات أو شبكة الدعاية الصهيونية أنه لم يفهم بحق على الأقل إذا أردنا أن نأخذ الخطاب كدليل أو إذا فككنا الخطاب لم يدرك ماذا حصل في الولايات المتحدة خلال الأربعين عاما أو ثلاثين عاما الماضية لم يدرك ماذا حصل في العالم طبعا إلا إذا كان هدف الخطاب قضية أخرى وهي محاولة طلب الدعم للكيان الصهيوني وكأنه يحتاج إلى ذلك هناك دعم كبير ومطلق للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة ولكن أيضا طلب الدعم الشخصي محاولة طرح القضية أن ما يقوم به الكيان هو دفاع عن المنظومة الغربية مرة أخرى وضع الموضوع في سياق حضاري واستعماري عنصر ينتمي إلى القرن التاسع عشر هناك إهانة لكل من كان يستمع إليه في الكونغرس ولكن نحن نعرف أن هؤلاء لا يهمهم الإهانة بقدر أن حساباتهم سياسية ولكن حتى ندرك قضية مرتبطة غزة حرفيا أسقطت بايدن يعني لو كان بايدن بالوضع السيء الذي لا يمكن له أن يكون فيه رئيس أو لو يكن بإمكان الإعلام تسويق بايدن على أنه بصحة عقلية وذهنية جيدة ويمكنه أن يكون رئيس لفعل ذلك ولكن هناك واجب دستوري إذا كان بايدن في حالة سيئة أن يقوم بتنحيته وأن تستلم نائبته الرئاسة ولكن استمراره بالرئاسة هذا يؤكد أن القضية بالنسبة إليهم ليست مهمة كثيرا المهم هو أن غزة أسقطت بايدن حظوظ بايدن الانتخابية بسبب ما حصل في غزة أصبحت تقريبا صفر يعني كان سيخسر الانتخابات بامتياز وهذا يفسر الكثير من الخطاب السياسي الجديد أو ما يبدو كأنه خطاب سياسي جديد في الولايات المتحدة مثلا خطاب هرس رغم أنها أعلنت تأييدها المطلق للكاني الصهيوني وكان خطابه خطاب انتخابي بامتياز ولكن وفق الاستطلاعات بايدن كان سيخسر والمؤشرات تقول الولايات التي سيخسرها كانت سيخسرها بسبب قضية غزة وبالتالي هذا قاد إلى قلق ليس فقط عفوا بايدن ولكن أيضا إلى قلق نائبة الرئيس مثلا التي هي الآن مقبلة على انتخابات رئاسية وبالتالي هي تحاول أن تبدو بصورة مختلفة ليس أنها ليست مع الكاني الصهيوني ربما بقدر أكبر من بايدن ولكن هي فرصة بالنسبة إليها التي تميز نفسها عن سياسة بايدن وتعوض بعض الخسارة التي حصلت عن طريق الخطابات وعن طريق غير ذلك ولكن الدعم للكاني الصهيوني سيبقى مستمر ولكن ما نراه الآن أو بعض هذا ما أشرت إليه لأنه قد يكون مقدمات لمخاض أن تتحول تفاوت بالحد الأدنى في التأييد الحزبي للكاني الصهيوني الكاني الصهيوني كان دائما فوق حزبي في الولايات المتحدة يعني لم يكن هناك تمايز حزبي الحزبين وطبعا هذا لا يزال إلى حد كبير هذا الموضوع مستمر ولكن أن نرى بسبب حرب غزة وفي مرحلة الانتخابات وفي مرحلة التحديات الدولية مقاطعة لخطاب نتنياهو ورغم أننا مرة أخرى لا يجب أن نرهينا على ذلك ولكن هذا مختلف وحين نلحظ قضية مختلفة يجب أن نعلق عليها مدلولاتها عند الإسرائيليين تشير إلى أنهم قلقون جدا مرة أخرى كل ما يحصل في العالم وتحديدا في منطقتنا دائما العين الصهيونية تتجه مباشرة إلى واشنطن كيف يقرؤون الأحداث كيف يقرؤون أي مواجهة مع العرب كيف يقرؤون أي مواجهة في غزة في لبنان في اليمن إلى آخره وتأثير ذلك على مكانة ووظيفة الكيان الصهيوني نيابة عن المنظومة الغربية وهم الآن يدركون أن الكثير تغير على الأقل في النظرة هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستنازل عن دعمها للكيان الصهيوني ولكن كما قلت هذه عملية تاريخية طويلة هم يدركون أن الكيان الصهيوني أصبح ضارا للولايات المتحدة لصورتها لقوتها الناعمة أو ربما نكون أكثر دقة أن وقوفهم بهذا الشكل الفض خلف جرائم الإبادة في غزة والدعم المتقل للكيان الصهيوني فضح حقيقة كانت أدوات الدعاية الغربية تحاول أن تغطيها أن الولايات هذه القوة الناعمة والصورة التي يحاولون رسمها للولايات المتحدة حقوق الإنسان الديمقراطية وكل هذه القضايا جاء الكيان وفي عشرة أشهر دمر الكثير منها وبالتالي أصبح ضارا وعبءا على الولايات المتحدة حتى الآن هناك البعض الذي بدأ يعبر عن هذه القضية عن طريق مقاطعة طبعا ليس كلهم بهذا السبب ولكن مرة أخرى ميزان الحرارة هو في الإعلام العبري أو في بعض الإعلام العبري في بعض الإعلام الأمريكي الذي التفت إلى هذه القضية وبدأ يقلق وبالتالي بدأ التحميل المسئولية لنتنياهو ولهذا قلت أنه سيثبت أنه لم يدرك ماذا حصل من تحول وهو يخاطب أمريكا 1980 وليس أمريكا 2024 في أوجي الانتخابات دكتور أنت تحدثت بنقطة مهمة وهي قضية الصورة التي تلوثت بالتالي نحن اليوم أمام مواقف متمايزة حتى عن موقف الإدارة الديمقراطية الحالية وهي مواقف كمال هاريس وبالتأكيد متمايزة تماما مع مواقف ترامب هذه كيف تقرأ؟ هي تريد وقف لإطلاق النار بغزة وتقول عدد الأبرياء مبالغ به وكبير جدا يعني أنا لو كنت مكان هاريس لا شعرت بالإهانة وطرقت نتنياهو من مكتبي أولا لأن نتنياهو قال بالحرف أن تقارير التي تتحدث عن المجاعات والكوارث الإنسانية غير صحيحة وهي كذب وكأن نائبة الرئيس الأمريكي لا تعرف ولا يوجد عندها تقارير و16 جهاز استخبارات يعرفون تقريبا كل ما يحدث في العالم تحدث أيضا بكذب عن إرسال مساعدات إنسانية كما قلت 40 ألف شاحناء الإعلام الأمريكي كذبه وسيانين كذبه تحدث بمنطق فاشي حين قام بقياس السعرات الحرارية 3000 سعر حراري ولكن الجميع يعرف أنه بالحد الأدنى غزة تحتاج إلى 600 شاحنة يوميا هذا يترجم إلى 180 ألف شاحنة منذ عشرة شهور أو خلال فترة الحرب والجميع يعرف أن ذلك لم يصل ولكن ما تعرفه هاريس أن سبب تنحي بايدن هو عدم استحالة نجاحه في الانتخابات بسبب غزة هذه القضية عن حالة الزهنية وصحة العقلية هذه قضية قضية في الإعلام ويمكن أن ينحق على الناس فيها إذا كان الرئيس في صحة عقلية وفي حالة ذهنية لا تسمح له بأن يخوض الانتخابات وبالتالي دستوريا الحكومة ملزمة بأن تقوم بتنحية الرئيس وتسليم الرئاسة حتى في الفترة القادمة إلى نعبد الرئيس هذا يعني أن القضية ليست الحالة الذهنية وأيضا يمكن للإعلام تسويق بايدن حتى بحالة الذهنية السيئة الإعلام الذي لا يستطيع تسويق نتنياهو كمجرد أي شخص آخر ليس كوحش هو الإعلام الذي يستطيع أن يسويق بايدن كرئيس عبقري أيضا وغير ذلك ولكن هاريس تدرك أن غزة هي التي كانت سبب إسقاط بايدن وبالتالي هي تحاول في حملتها الإعلامية تقليل من الخسائر وبالتالي محاولة الفوز في الانتخابات وليست القضية هنا التقليل من الخسائر على المستوى الرئاسي التقليل من الخسائر على المستوى الحزبي أيضا وحتى على مستوى الولايات المتحدة بمعنى هي تدرك وهم يدركون أن ما حصل سبب ضررا كبيرا للرئيس وحظوظه الانتخابية للولايات المتحدة وسمعتها وصورتها وإلى آخره وأيضا للحزب الديمقراطي الذي هناك كثير من الخلفاء فيه إذن هاريس هي في هذا المكان ليست أنها متعاطفة مع الفلسطينيين يعني من تابع خطابها اليوم سمع عن كوارث إنسانية موجودة في غزة ولكن لم يكن هناك فاعل الفاعل كان يقف إلى جانبها المجرم الحرب كان يقف إلى جانبه حين تحدثت إذن هي تحاول أن تستخدم الإعلام للتعويض أو للتقليل من الخسائر التي حصلت من أجل الفوز في الانتخابات ليس فقط لها كرئيسة ولكن أيضا للحزب الديمقراطي للتقليل من الخسائر لأن الحزب الديمقراطي هو الذي كان في الإدارة ويتحمل مسؤولية دعم والمشاركة في الإبادة التي حصلت خارج هذا السياق لا يمكن فهم دور هاريس خصوصا أننا نعرف علاقة كاميلا هاريس بإيباك الدعم المطلق لإيباك الدعم المطلق من إيباك لها في كل مراحل حياتها وهي اليوم تحدثت عن كيف كانت تدعم الكيان الصهيوني وهي طفلة صغيرة عن طريق جمع التبرعات لزرع الأشجار وإلى آخره وبالتالي الخطاب هو محاولة للالتفاف على الجرائم التي شاركت فيها هذه الإدارة أو كما يوصف تبادل أدوار هذا خطاب انتخابي بامتياز وليس خطاب يعبر فعلا عن حرص على ما يحصل في غزة وبالتالي لا يجب على الناس أن تنخدع في النهاية هي ستكون رئيسة الولايات المتحدة في حالة نجاحها وكرئيسة الولايات المتحدة ستتبع سياسة تراف الكيان الصهيوني حتى الآن وفي المدى المنظور حليث وأداء متقدمة للولايات المتحدة بغض النظر عن هذا الخطاب هذا خطاب إعلامي هذا ما قصدته أنا أقوله واضح خطاب انتخابي عفوا انتخابي طيب هنا نعود لك بهية وحتى يعني المعروف وسائل إعلام هناك يعني محاولة منها دائمة لتلميع مصالح الدول السياسية الكبرى وأيضا هناك دائما محاولات للتضليل أو التعتيم نسأل هنا كيف انعكس ذلك خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة بالفعل يعني التضليل كبير تضمنه الخطاب أساسا ولكن اللافت أنه ليست وسائل الإعلام هي من يعني ضحضت هذه المزاعم والأكاديب الناشطون على منصات تواصل الشمعي هم الذين تداولوا بالمادة السليمة وذكروا يعني المتابعين بحقيقة هذه الأكاديب الألاف لبل ملايين المنشورات محمد كانت تنشر حقيقة الأمور أود أن أتحدث فعليا عن دور هذا الإعلام بمحاولة التأثير على الرأي العام المسار التصاعد الذي عينناه في حروب الإعلام منذ بداية طفان الأقصى وصولا إلى زيارة نتنياهو بدأ واضحا أيضا على المستوى الداخلي يعني على مستوى الداخل الأمريكي خصوصا مما يتعلق بالانتخابات الرئاسية يعني غزة حاضرة لاحظنا هذا الأمر في الشارع الأمريكي وأيضا في الإعلام وإن بتفاوت وبأساليب متعددة سأبدأ هنا من المادة التي تتحدث عن أسباب إنهاء ترشح بايدن كما سمتها الواشنطن بوست هنا ترى الواشنطن بوست أنه السبب الأول مرتبط بغزة ربما استخدمها دكتور سيف عبارة غزة أسقطت بايدن وفعليا غزة يعني ساهمت وكانت بحسب الواشنطن بوست هنا السبب الأول وراء تنحي بايدن وإنهاءه ترشيحه هذا بعيدا عن الصياغة والمقاربة التي اعتمدتها الصحيفة طبعا بينما قدم بايدن نفسه كديمقراطي يعني أكثر وسطية بالنسبة للجمهور وبالنسبة للرأي العام في السنوات القليلة الماضية وصل إلى نوع من الانفراج مع الجناح التقدمي للحزب تبنى بعض المواقف اليسارية في بعض المشاريع وحتى ولو كانت خطابات مجرد إعلامية اليسار قام بحملة قوية لصالحه وغيره من الديمقراطيين الوسطيين دائما على المكياس الأمريكي من هنا تضيف الصحيفة لتقول أنه احتضان بايدن لإسرائيل التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين دمرت غزة خلق صدعا كبيرا مع اليسار ومع هذا الجناح المختلف عن مبادئ بايدن أساسا ما أن اتضح وضع بايدن الذي أوصله إلى الانسحاب حتى بدأت عملية تعويم كمالة هارس وتلميع صورة كمالة هارس وهذا يعني بليلة وضحاها كما نقول هذا يعكس إلى حد كبير طريقة تفكير المؤسسة الأمريكية والعوامل دائما التي فكرت فيها أو فكرت بالاستفادة منها وتسخيرها لتضمن منافس ربما بنسخة أكثر إقناعا أمام الرأي العام والجمهور نلاحظ أن العوامل التي تم التركيز عليها تشمل الشباب تكنولوجيا الأصول المتعددة للأمريكيين وأيضا موضوع النساء والفرصة للنساء أكثر ما تم التركيز عليه دائما هو تلميع صورة هارس بما يخص الحرب في غزة والسياسة الخارجية على اعتبار أن مواقفها متبينة مع بايدن حقيقة الأمر أنه لا تفاوت ولا اختلاف مجرد خطاب إعلامي مجرد طريقة لتقديم السردية بشكل مختلف هذه كانت المحاولة لإعادة كسب الناخبين الرافضين للحرب والحديث عن تغير في السياسة الخارجية لتصبح ربما أكثر تعاطفا مع غزة وأكثر تشددا مع نتنياهو يعني هي اليوم قالت أو البارحة قالت لنتنياهو أنه لن تبقى صامتة حول أعداد المدنيين الذين يعني يقتلون في غزة وبالتالي بعد مرور أكثر من يعني بعد مرور ثلاثمائة يوم على الحرب لماذا لم تبقى صامتة في السابق ولماذا تنتظر مرور كل هذه الفترة التي تتحدث يعني فعليا الواقع سنكون أمام نفس السياسة سياسة الحزب وليست سياسة الشخص العديد والعديد من المواد محمد ولكن لن يسعنا الوقت لاستعراضها ولكن لو أردت أن أعطيها عنوين سريعة من الواشنطن بوست من والسريت جورنل ومن مختلف المواقع التي عيناها يعني كل هذه الحملة الضخل مواد إيجابية لتلميع صورة كمالة هارس ولكن حقيقة الأمر أن المواقع أيضا تسأل هل تستطيع كمالة هارس مسح الدم عن يديها والنفاق أكثر يعني هنا الواشنطن بوست تسأل مهمة تنظيف لهارس هي سياسة بايدن الرهيبة في غزة لن يصوت الشباب الأمريكي لصالح المزيد من الدعم لحرب إسرائيل الوحشية وهي عمليا جزء من إدارة بايدن سأستشهد بمادة أخيرة هنا مختلفة عن هذه المواد التي وردت ودائما كما ذكر دكتور سيف لأن المادة التي تكون مصادرها من الإعلام الإسرائيلي أو الباحثين الإسرائيليين لديهم بعض الكراءات المختلفة لما نتحدث عنه يعتبرون أنه قد نكون حتى أمام مواقف شرسة لصالح إسرائيل ولكن على المدى الاستراتيجي والمدى البعيد بحال وصلت هارس إلى البيت الأبيض طيب الآن سننتقل إلى ملف آخر هو ملف مهم وساخن أيضا هذا الملف هو أولمبيات باريس ومجارات الإعلام لمواقف قادة الغرب السياسية في التنكر لدعوات منع مشاركة إسرائيل في الألعاب الرياضية ما دامت الإبادة مستمرة في غزة هذه الدعوات تمت شيطنة مطلقها طبعا فيما قادته الغرب لم يترددوا سابقا في تأيدي منع قرار اللاعبين من روسيا وبيلاروسيا في المشاركة بالنشاطات الرياضية نتحدث هنا عن أي ازدواجية هذا السؤال نعود من جديد معك بهي حلوة ونسأله عن أي ازدواجية نتحدث فقط سأستعرض بعض المواد ويمكن للدكتور سيف أن يشرح كثيرا عن الازدواجية انتشر ربما الفيديو الأكثر رواجا على المنصات الفيديو المزعوم لتهديدات يدعي ناشره أنه لحماس ولكنه لم يصدر عن قناة رسمية خاصة بحماس ولا موجود على أي صفحة أو وكالة أو حتى موقع رسمي هذه تعاد خطوات بسيطة من خطوات تقصي الحقائق الأساسية التي يجب اتباعها قبل تبني أي مادة محمد هذا فيديو تضليلي بحث للعب على عنصر التخويف لدى الجمهور والإلهاء عن القضية الأساس الهدف واضح من هذا التضليل هو إبعاد الاهتمام عن دعوات الناشطين إلى إبعاد إسرائيل من الأولمبياد على خلفية حرب الإبادة انتهاك حقوق الفلسطينيين ليس فقط الآن تاريخيا تتعرض اللجنة دائما لضغوطات خاصة من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ولكن اللافت وحسب هذه المنشورات محاولات استعراض الازدواجية التي عينناها إن كان في الإعلام ولا حتى في مواقف الشخصيات السياسية المنخرطة والتي علقت هذه عينة من الإعلام سريعا مادة من التليغراف عملاء مسلحون للشباك لحماية الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس تقول التليغراف أن الحرب تسببت بتصاعد التهديدات ضد اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء أوروبا وكأن الإعلام يحاول حصر القضية في هذا الإطار فقط من المعروف أن اللعب على عنصر الأمن التخويف كل هذه الموضوعات دائما ما تحقق أعلى نسبة من التفاعل ومن الانتشار على المنصات أيضا الأعلام المؤيد لإسرائيل وأعلام تل أبيب يعني وصل حد الترويج لمزاعم كما نشاهد تهديدات بالقتل إذا وصلت إلى فرنسا سنقتلك يزعم أن الرياضيين الإسرائيليين يتلقون التهديدات بالقتل يعني قبيل الألعاب الأولمبية والكثير والكثير من المواد حتى المواقع التي تنتقد هذه الازدواجية موقع الأنادول مثلا ينقل موقف الأكاديمي والبحث الأولمبي هنا جول بويكوف وبعنوان المعايير المزدوجة والأخلاقيات الانتقائية الألعاب الأولمبية تحت المجهر بسبب المواقف المتضاربة بشأن روسيا وإسرائيل ربما المادة الأخيرة التي تظهر كمة النفاق موضوع منع الرياضيات الفرنسيات اللواتي يعني يرتدينا الحجاب من المشاركة في الألعاب الرياضية أوردت منظمة العفو الدولية أن حظر الحجاب في الرياضة الفرنسية يكشف أيضا عن معايير مزدوجة تمييزية قبيل الألعاب الأولمبية من جديد إليك دكتور سيف دانا كيف يمكن أن تعلق على هذا التعاطي الفرنسي مع الموضوع برمته وتسليط الضوء على التهديد من حماس ومحاولة إفشال الأولمبيات وكل هذا التهليل لأي حد هذا سيخدم إسرائيل بالأساس يعني بعد عشرة شهور من الإبادة على الهواء مباشرة يريدون أن يقنع العالم أن الضحية هو الكيان الصهيوني أو هم الصهاينة هذا المستوى من الاستخفاف بعقول الناس التي تشاهد الإبادة التي تحصل يعني هو مؤشر على مأزق ولكن اليوم قرأت هارس مثلا نائبة الرئيس لا أريد أن أعيد الملف السابق ولكن مرتبط بذلك قرأت عدة أسماء للأسرة الصهاينة ولكنها ربما تناست أن لدينا أسماء أكثر من 40 ألف شهيد في غزة نعرفهم بالإسم نعرفهم بالصورة ونعرفهم بالقصة وهم موثقون جدا ولكن لم نسمع اسم أي فلسطيني تم ذبحه في غزة بطريقة همجية كما يفعل الكيان الصهيوني منذ عشرة شهور ولكن هم الضحايا دائما لسبب أساسي أنهم حتى هذه اللحظة العقلية الغربية لا تعترف بالعربي ولا بالمسلم كإنسان ولهذا دائما نقول أن المقاومة هي الطريقة والألية الأهم ربما بالنسبة إلينا حتى يعترف بنا العالم كبشر ولكن أنا سأعود إلى الأولمبياد للألعاب الأولمبية في 1980 قاطع الكيان الصهيوني قاطع أولمبياد موسكو طبعا تضامنا مع مقاطعة الولايات المتحدة والمنظومة الغربية للألعاب الأولمبية في موسكو إذن الرياضة والمهرجلات الرياضية مسيسة ليست محايدة هي مسيسة وستخدمت منذ البداية تحديدا الألعاب الأولمبية من ألمانيا استخدمت بشكل تم تسيسها إلى الحد المطلق وهي بالحقيقة يعرف كل الأكاديميين أنها أحد أدوات وربما أحد أهم أدوات تعميم قيم الهيمنة يعني شكل الرياضة نمط الرياضة أسلوب الرياضة أنا لا تحدث عن الرياضة بالمنطق المجرد ولكن بالطريقة التي بالنمط والأسلوب والشكل التي تم فرضه على العالم كأحد وسائل الترفيه أيضا هي آلية لتعميم قيم الهيمنة تحديدا إذن لا يوجد مهرجنات رياضية ومحايدة وغير مسيسة هذه أسطورة وإلا ليفسر لنا لماذا كان يقاطع الألعاب الأولمبية في أثناء الحرب الباردة وهي لعبة دورا أساسيا أثناء الحرب الباردة الرياضة الجديد هو انفضاحها على حقيقتها استخدام المهرجات الرياضية تماما مثلما تم استخدام اليورو فيجن وتحدثنا عن اليورو فيجن سابقا هو تحديدا استدخال الكيان الصهيوني في هذه الحالة لتطبيع الإبادة لأن الإبادة تجري لناس ليسوا بشر وثق المقاييس والمعايير الغربية لسنا بيض كفاية حتى يتم الاعتراف بإنسانياتنا بها لأن هذا هو المقياس عند الغربيين وتبيض صورة الكيانة وعلى الأقل العمل على التقليل من الأضرار يعني محاولة توصيفهم بأنهم الضحايا لا يزالوا لمحاولة تخفيف مما حصل من أضرار ولكن هذا اللعب حتى على محاولة توصيفهم كضحايا الإزدواجيات وإلى آخره نحن أمام مأزق الآن الغرب أمام مأزق ما فعلته غزة هذا مدهش هذا الدم الغالي الذي سال في غزة نرى أنه يغير العالم نحن أمام مأزق في الأدوات أدوات الغربية نرى في الملف الأول نتحدث عن مأزق بالسياسة بالدعاية بالإعلام بالأيدولوجيا أمام مأزق بالصورة الفرنسيين وفي الألعاب العلمبية أمام مأزق في القيم القيم التي يتم ترديدها وتستخدم هذه الأدوات لترويج هذه القيم القيم كلها في مأزق بسبب غزة أمام مأزق في الدعاية نحن أمام أزمة ومأزق للمنظومة الغربية كاملة وهي متراكمة منذ فترة في الحقيقة تتراكم أسباب هذه الأزمات وهذه المآزق ولكن غزة جاءت وفضحتها غزة جاءت وعرتها تماما ولهذا الدم الذي سال في غزة رغم الألم والوجع الذي نشعر به كل يوم بسبب غزة ولكن أنا نرى كل يوم نتأكد أن ما يحدث في غزة هو أحد عوامل إن لم يكن أحد أهم عوامل تغيير العالم وفضح الغرب وكشف الصورة الحقيقية لهذه المنظومة الدولية المتوحشة شكرا جزيلا لك الدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع والشكر موصول لك بهي حلاو مديرة الميادين أونلاين مشاهدين حلقة حروب الإعلام لهذه الليلة انتهت شكرا جزيلا للمتابعة وفي أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة